موسيقى نحمد الله لخير ما وهب حيث أكرمنا بالأشهر الحرم شهر ذي القادة وذي الحجة ومحرم وهذا رجب حضرات المشاهدين الأكارم والمستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تعلمون حضراتكم أننا في الأيام الأخيرة من شهر رجب الأصب وهذا الشهر العظيم الذي كانت العرب قبل الإسلام تجله وتعظمه حيث إنه كان ينسب إلى قريش فكانت العرب تقول رجب مضر ومضر هو اسم من أسماء قريش أي رجب قريش فلما جاء الإسلام وبعث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه رسالة الإسلام أصبح هذا الشهر منسوبا إلى الله تبارك وتعالى فهذا السيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام يقول رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي ترون حضراتكم كيف نسب الرسول عليه الصلاة والسلام بوحي من الله تبارك وتعالى هذا الشهر الكريمة العظيمة القدر نسبه إلى الله تبارك وتعالى وذلك في إشارة صريحة إلى أننا نحن معشر المسلمين معشر المؤمنين ينبغي أن نتجرد في هذا الشهر لله تبارك وتعالى بالعبادة وفي العمل الصالح الذي يرتضيه المولى تبارك وتعالى فكما يتضاعف الأجر في هذا الشهر الكريم شهر رجب فكذلك يتضاعف الوزر والعياذ بالله فيحذر الإنسان من أن يقترف المبقات والمحرمات خصوصا في هذا الشهر وفي غيره من الأشهر الحرم وفي سائر الأشهر التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله في الحقيقة كل الشهور وكل الدهور ينبغي أن يتقرب فيها الإنسان إلى خالقه تبارك وتعالى وينبغي أن يبتعد عن المعاصي في كل هذه الشهور لكن هذا على وجه مزيد التأكيد يعني خاصة في مثل هذه الأشهر المباركة وهي الأشهر الحرم وكذلك مع الأشهر الحرم هناك شهر رمضان المعظم وهذا الشهر أي شهر رجب يجله الله تبارك وتعالى لأنه اجتمل على فضائل عدة وعلى مميزات يعني عديدة منها أنه الشهر الذي حملت فيه آمنة بنت وهب بسيد الخلق محمد صلى الله وسلم عليه فإذا كان لأحد الربيعين وهو شهر ربيع الأول الفضل في كونه الشهر الذي ولد فيه سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام فإن لشهر رجب شهرنا هذا الفضل في كونه الشهر الذي حملت فيه آمنة بنت وهب بمحمد عليه الصلاة والسلام كذلك شهر رجب هو من الأشهر الحرم التي حرم الله تبارك وتعالى فيها القتال وهذا لم يأتي به الإسلام في حقيقة الأمر وإنما كانت العرب قبل الإسلام تكف عن القتال في الأشهر الحرم منها ثلاثة سرد وواحد فرد فالثلاثة الأشهر السرد يعني الانفجرة بعضها هي شهر ذي القعدة لأن العرب كانت تقعد فيه عن القتال وذلك استعدادا لموسم الحج الذي هو عبادة قديمة وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديعه كانوا يطوفون بالبيت حفاتا عوراتا وهم يحدثون صفيرا أثناء الطواف فالحج هو عبادة قديمة عرفت في الأمم السابقة والحج الذي نحن عليه اليوم تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق التواتر خذوا عني مناسككم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالحج هو عبادة قديمة يعني عرفت في الأمم السابقة يعني التي سبقت أمة محمد عليه الصلاة والسلام وبالتالي قال ربي سبحانه وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديعه صدق الله العظيم فنحن حجنا اليوم ليس على النحو الذي كانت تحج به الأمم السابقة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام فشهر هذية هو الشهر العظيم الكريم الذي اجتمل على المناسبة هذية في كونه الذي هو من الأشهر الحرم ومنها شهر ذي القعدة لأن العربة كانت تقعد فيه عن القتال استعدادا لموسم الحج ثم شهر ذي الحجة لأداء الحج ثم محرم ليعود الناس إلى أوطانهم سالمين هذه ثلاثة سرد وواحد فرد كشهرنا هذا الذي هو شهر رجب وهو من الأشهر الحرم ما معناها الأشهر الحرم يعني الأشهر التي حرم الله تبارك وتعالى فيها القتال فلما جاء الإسلام وجد العربة على ما هم عليه من تعود على يعني الكف عن القتال في مثل هذه الأشهر العظيمة المباركة فأقر الإسلام هذا المبدأ وفي ذلك تليل آخر على أن الإسلام دوما يجنح إلى السلم والمسالمة وينبض كل أشكال العنف والإرهاب والاقتتال والتناحر والتنافر والتدابر كل ذلك ليس من طبع ديننا الحنيف وليس هو من خلق المسلمين الذين يعني يحبهم ويجلهم المولى تبارك وتعالى ثم إن شهر رجب هذا كان الشهر الذي اختاره الله تبارك وتعالى لتكون فيه حادثة عظيمة حدثت لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهي مواجزة باهرة وهي حادثة الإسرائي والمعراج التي حدثت في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب على أصح أقوال ساداتنا العلماء ففي مثل هذا شهر الكريم في ليلة السابع والعشرين منه حدثت حادثة الإسرائي والمعراج برسولنا محمد عليه الصلاة والسلام وخلاصة القول في هذا الحدث العظيم الجليل أن النبي صلى الله وسلم عليه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وحينما جئ به عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى وجد الأنبياء فصلى بهم عليه الصلاة والسلام وقدم له قدحان قدح من خمر وقدح من لبن فاختار اللبن إذن اختار الصفاء اختار التسامح اختار الأمن والسلام اختار صفاء العقيدة واختار اللبن لأنه غذاء تام ترجمة نانسي قنقر